عدد كبير من العضلات بقطارها موجود في مفصل الكتف دورها انها بتحافظ على استقرار مفصل الكتف في مكانه والتحكم في حركة الجزء العلوي من الدراع عضلات الكتف بسبب كترتها ممكن نقسمها لأربع مجموعات المجموعة الأولى هي العضلات اللي بتربط الطرف العلوي بالعمود الفقري Muscles to connect the upper extremity to the vertebral column وهم خمس عضلات والمجموعة الثانية هي عضلات لوح الكتف وهم ست عضلات المجموعة الثالثة هي مجموعة العضلات اللي بتربط أجزاء الطرف العلوي بالجدار الأمامي للقفص الصدري Muscles to connect the upper extremity to the anterior thoracic wall والمجموعة دي أربع عضلات بس بيكتوريليز ميجور مصل بيكتوريليز مينور مصل سريتوس أنتيريور مصل سبكليفياس مصل والمجموعة الرابعة والأخيرة هي مجموعة العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الدراع Muscles of the upper arm ودول خمس عضلات تلاتة موجودين في الجزء الأمامي وهم البيسيبس براكاي مصل والبركياليس مصل والكوراكو براكياليس مصل واثنين موجودين على الجانب الخلفي ترايسيبس براكاي مصل وأنكوناس مصل اشتركوا في القناة